لا تزال قضية القانون الأمريكي الذي يهدف إلى منع تمويل حزب الله وكيفية تطبيقه في لبنان مثار جدل يتزايد في الأوينة الأخيرة بعد أن كشف حاكم مصرف لبنان رياض ساليمي عن إغفال مئة حساب مرتبط بحزب الله مؤكدا أن البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية حزب الله وعبر كتلته النيابية هاجم موقف ساليمي واعتبره أنه ملتبس ومريب وقالت مصادر مصرفية لتلفزيون المستقبل أن هناك أربع عمليات تتم في المصارف هي فتح الحساب، سحب المال، والدفع أو التحويل، ورابعا الاقتراض المصرفيون يتساءلون ما إذا كانت هذه العقوبات تشمل كل هذه العمليات الأربعة وإذا كان حزب الله يواجه سهامه لمصرف لبنان والقطاع المصرفي فلا بد أن يواجه مزيد من التحديات المطروحة أمامه على ما يبدو من خلال التحويلات المالية المرتبطة بتجارة تهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية حسب التقرير الأخير الذي تناقله أعضاء في الكونغرس الأمريكي وتحدثت عنه صحيفة واشنطن تايمز فهل المطلوب اليوم من حاكم مصرف لبنان الخروج عن الشرعية الدولية وربط لبنان بقنوات التهريب الدولية؟ حزب الله الذي استباح شرعية لبنان وعطل البلاد يسعى اليوم إلى أن يستبيح القطاع المصرفي وهو الملاذ الآمن الأخير لاقتصاد لبنان ترجمة نانسي قنقر